اذا كان استجابة كان استجابة وكان نقاش وكان حوار الحوار افضل الى هاد المحضر ديال قاعدة الحكومة وكما قلت لبارح هاد المحضر فهو في الواقع تاريخي واشنع ايحاش نقولك تاريخي وقوي جدا لان تشي حكومة تشمحذ التشي اتفاق بوينها منذ الاستقلال الى الان هو موقعات هن بالنقاء بوينها بالنقاء بحكمة لم تصل الى هاد النتائج لوصل لها هذا الاتفاق الاخير لي بين حكومة و النقابة لايم adherence للجانب المتعلق بالجانب المتعلق الم الغيور والجانب كذلك المتعلق بمنفاة الفئوية كان واحد عدد منفاة الفئوية كانت تجرب منها ٢٠١٥ ٢٠١٥ ٩٩٧٧ دائما كان معمنا القولين محل هذا الاتفاق اعطائش الى اجوبة فيما يخصها ١١١١١ الميل فئوية اللي كانت تجربها دي سنين وجابت واحد زيادة محترمة اللي فيها ١٥٠٠٠٠ درهم اللي غايت زاد للجال والنساء التعليم في وفق سانتين سنين منصد سنة في بداية فبراع فانش ديسامبر والخرى فانش ره ينالي وقت وقت في الاخر في ينار ديال ١٠١٠٦ ديال السنة اللي جاية ١١١٠٠ درهم هي ٣٠٪٠٪ من الصالير ديال الاستاذ اول مرة كانت زيده ثلاثين في المئة ديال القيمة ديال الصلاة اللي كي يقضي الاستاذ اذا ما تقول ليش هذا مسألة ماشي سهلة دي امكانية قبلة بعض بعض البرلماني و بعض الفرق البرلمانية كانت تقول مزيان يا تسعط المليارة يا كانت هي الحجم الاتفاق اللي كان بين الحكومة والنقابات مين غتجيب الحكومة تسعط المليارة لا تلعب عندما الحكومة عندما تلتزم امام النقابات وامام الرأي العام بانها كانت تسعط المليارة في مقصد المواضيع وغيرت انها شهرين غيبان العام من هنا في السنين كانت تغير في الميزانية اذا يدير نصف هذا العام اذا قد قتل الميزانية في الفين وموسع وعشرين يمكن نزيده فيها هذا الشيء يديره في 26 وبالتالي إمكانية من يغلق إمكانيات هذا الشغل الحكومة والتزمات ورأى سوف يوجد التزام فيما يخص هذا الموضوع الزيادة في الأجور زيادة على هذا الزيادة في الأجور زيادة أخرى رأى الجانب المالي رأى كبير لتحملات الحكومة فهذا الظرف صعيب دوليا ما شك نقوله رأى السيولة المالية موجودة لكن في العالم كامل الزيارة فيما يخص القروض باقي الأزمة باقي مستمرة للتقاء الأزمة للحرب الأوكرانيا الزيادة الهجوم الغير الأهلاقي دي الإسرائيل فيما يخص الغزايدن باقي تأثيرات كبيرة فيما يخص الوضع الاقتصادي دي العالم وبتالي الوضع الاقتصادي دي بلاد الناس وفي تغطر ولكن الحكومة قرات استطاعت على أنها تنفد هذه الإجراءات اللي هي في صالح الرجال والنساء التعليم اللي هي هذه زيادة مزيانة وأساسية لا مازال منظور اللي احنا ندرك البارح اليوم ما غير يمكن إدراب مازال ما عرف نسبة ما تدركه شيء إدراب أنا ألا أنا ما كان نتقدرش باقي كل إدراب أنا بكل صدق لإني لك الهدف هو تحسين الوضع المادي دي لرجال التعليم اللي احنا كلنا نتفقن عليه وتوفير واحد بتوافق واحد النظام أساسي اللي يكون متوافق عليه بين الحكومة والنقابات اللي ممكن بترجع التعليم إذا كان هذا هو الهدف أحنا وصلنا له الزيادة هي كينا ها بقي حوان فتوح مع من القابات باش يمكن يصلاحه ما يمكن يصلاحه فيما يخص النظام الأساسي هذا الشي كان إذا كان هذا الشي إذا ما كانش هادش يدر أخرى أنا قدر نقول أن هذا الشي مختارق قدر نقول أن هذا الشي مختارق إذا ما كانش هادش لأن الهدف الإدراب يتكفي البداية هو أرض الاتباه ديال الحكومة وديال الوزار الوصي على أن هناك إشكالية فيما يخص الوزار المادة والاعتبار للأستاذ وصلنا عندهم مشكلة فيما يخص النظام الأساسي في إشكاليات في معارضة فيما يخص وحد هذا من البلد الحكومة رئيس الحكومة تكلموا قال لك أنا مستعد الحكومة تدير تحطو تحطي هذا النظام الأساسي إذا في بزاف تحواجات مزيان في النظام الأساسي رأى فيه أغلاب المواد رأى هو الأساتي إذا وأنا وأستاذ في بزاف تحواجات المواد المزيانة مزاف بالنسبة لغير ذكرة ديال الاستثنائية الدرجة الاستثنائية اللي كتزاد فيها الوصولة كتزاد في ألفين وسبعمائة الدلم وقص نحفظوا عليها ونحييدوا نحييدوا هذا النظام الأساسي وفي واحد عدد ديال المسائل المزيانة بالنسبة لجل التعليم يبقى دكشي اللي مزيان في النظام الأساسي يبقى دكشي اللي الأساتي دول ممتين ديالهم كيشفوا لأنه ما قبلوش متفاهموش عليه راهم قنن وصلوا على الأقل إلى في الأخر إلى واحد نظام متوفق عليه يدني لك هذا هو الهدف الإدراب راهم وقدام وبالتالي الموقف العادي والعقلي العادي العادي بالزاد وأن الأساتي دا غدغة يرجعوا الأقسام ديالهم باش يرجعوا الأطفال الأقسام ديالهم إلى ما رجعوش هذا رايشكالي كبير إذا ما بقاش هذا الإدراب راه عنده مسألة اللي هو مطالب ديالشغيرة ديال معينة ديالقطع معينة ديالمطالب خراء إذن نخصي يقول عاود نشوف واشنون مطالب دارب على الدخل تكون مراجعة ديالها إن شاء الله لهذه السنة الجيد هذة المراجعة فيما يخص الفئات اللي يقتطع اللي هو النساب هذة النساب هذة يحولون ما أمكن يقلل صوب من الاقتطاعات بالنسبة لعدد الفئات عريضة من الموظفين بموظفين البلاد كاملين مش غير رجال تعليم وبالتالي هذة الزيادة اللي غادتكون هتكون تزاد تالي رجال تعليم زيادة على هذة 1500 دلم يتزاد لهم إذن كذلك هذة المدرسة كنتنا رائضة اللي فيها عشر شهر 13 وشهر 17 تقريبا اللي هي كتبتها المجموعة باش يكون واحد كيب داخل المدرسة وإلى وصلات وفيها معايير معينة باش يمكن نشجع الأسات في الواقع فيما يخص النتائج اللي يعتوي لشنو الموضوع دائل شي كله ويجب تكون عندنا منتوج تكون عندنا إذا كنت دخل إذا كانت التناول التناول نعرف العادة الناس اللي كين جحول عادة الناس نسبة الناس اللي كين يقرون زيان متفوق ين على هاد شي يمكن يكون واحد العدد ديال المسائل الخور اللي غادية باش مشجع العمل ديال الوسائد إن كانوا يشكا عمال كبيرة الدرد باش يمكن نصلح عاد جال إصلاح فيما يخص وسائل العمل لها المدرسة فيها كل شي فيها الانترنت فيها الطابلو ديال شي ديال الجديد ديال الرقمان فيها الإمكانيات قاعدة لبها الأستاذ كتكون موجودة مفرة إن هالجانب هو مهم عاد مش نفره الأستاذ جاي من المادي ديال مهم ويخص نفره كذلك لوسائل العمل داخل المؤسسة ديال الوسائل اللي تمكنه كذلك فيما يخص إصلاح المقرارات إصلاح راكين ورش كبير جدا فيما يخص هذه العملية اللي انتمنوا إن شاء الله تنجح هذه المرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر